السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزرعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الألبان مع حضرتكم مهندس محمد الأحمدي موجه أول ألبان بوزارة التربية والتعليم بإذن الله إن شاء الله أنا بستكمل مع حضرتكم منهج الألبان ودي بيعتبر الحلقة الأخيرة في المقرر بإذن الله إن شاء الله فعايزين نركز مع بعض أنا اتكلمت مع حضرتكم من بداية المنهج من بداية الاشتراطات الواجب مرعتها عند إنشاء معامل أو مصانع الألبان وتكلمت مع حضرتكم عن أسس تقسيم الجبن يا أولاد وقلنا في عندي تلات أسس لتقسيم الجبن تقسيم على أساس نسبة الرطوبة تقسيم على أساس نسبة الدهم التقسيم على أساس عامل التسويب وبعد كده اتكلمت مع حضرتكم عن الجبن الطري وتكلمت مع حضرتكم عن الجبن الجاف فاتكلمنا في الجبن الطري عن الجبن الدمياطي والجبن الدبل كريم والجبن الأريش وتكلمت مع حضرتكم في الجبن الجاف عن الجبن الرأس والجبن أتشيدر والجبن الموزرلة وبعد كده اتكلمنا عن المنتجات الدهنية فاتكلمت مع حضرتكم عن فك الفراز وتركيب الفراز فك مخروط الفراز وتركيب مخروط الفراز وزي ما حضرتكم عارفين وأنا بحب أأكد تاني أنه المنهج النظري طبعا الامتحان العملي هو من داخل المنهج النظري ولكن بيكون فيه أجزاء عملية المفروض أن احنا بندرسها في المدارس يعني إن شاء الله فأنا عايز أركز مع حضرتكم على عدة مهارات من اللي بتيجي فيه الامتحان العملي أولى هذه المهارات يا أولاد اللي هو مهارة فك الفراز المهارة رقم اثنين مهارة تركيب الفراز المهارة رقم ثلاثة مهارة فك مخروط الفراز المهارة الرابعة اللي هو تركيب مخروط الفراز المهارة اللي بعد كده فرز اللبن المهارة الستة يا أولاد صناعة الجبن الدومياطي بعد كده المهارة السبعة صناعة الجبن الدبل كريم وتمانية صناعة الجبن الأريش دولي تمن مهارات لازم حيجي لحضرتك مهارة من المهارات التمانية اللي أنا قلت عليهم دول عايزين نركز مع بعض فيه مهارة فك مخروط الفراز وتركيب مخروط الفراز الجزئية دي فيه النظر مهمة وفيه العمل برضو مهم فأنا بس عايز أركز على أنه هو لو جهو قالك ركب مخروط الفراز من أسفل إلى أعلى فإحنا أول حاجة هنركبها هتكون عندي القاعدة يا أولاد بعد القاعدة هيكون عندي الحلقة الكوتشوك بعد كده فيه الموزع بعد كده فيه الطبق السفلي بعد كده مجموعة الأطباق الغطاء الداخلي الغطاء الخارجي بعد كده صامولة القفل احنا كده ركبنا مخروط الفراز من أسفل القاعدة يا أولاد حتى صامولة القفل لو جهو قال لي فك مخروط الفراز من أعلى إلى أسفل تمام؟ عكس من أسفل إلى أعلى أنا هارفع أول حاجة صامولة القفل بعد كده الغطاء الخارجي بعد كده الغطاء الداخلي مجموعة الأطباق الطبق السفلي بعد كده الموزع بعد كده الحلقة الكوتشوك بعد كده قاعدة المخروط تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لتركيب مخروط الفراز وفك مخروط الفراز ده كان سؤال من الأسئلة اللي بتيجي فيه العمل السؤال الثاني هو التعرف على ثمانية من النمازج أو التعرف على ثمانية من النمازج والأدوات والخامات والمنتجات التي أمامك يعني كل طالب من حضراتكم حيوضع قدامه ثمان نمازج النموذج ده ممكن يبقى خامة وممكن يبقى منتج وممكن يبقى آلة حتتعرف على حضرتك على ثمان نمازج السؤال الثالث اللي هو المفروض مستندات بيتقدم بها الطالب وده يقصد بها كراسة العملي بتاعت حضرتك إذن الامتحان العملي عبارة عن ثلاث أسئلة السؤال الأول هو مستندات يتقدم بها الطالب وده بيكون الكشكول العملي يا ولاد تمام وده بيكون عليه ثلاث درجات بعد كده السؤال الثاني تمانية من النمازج بتتعرف على ثمان نمازج كل نموذج بنص درجة يبقى أربع درجات تمام بعد كده السؤال الأخير اللي هو المهارة هيكون عليها إتناشر درجة لو جيت تبص بقى هتبص تلاقي عندك أربعة على النمازج تمام وثلاثة على الكشكول يبقى ده كده سبعة وإتناشر تمانية عصدي وبعد كده إتناشر على المهارة يبقى كده عندك عشرين درجة في الامتحان العملي النهار ده بقى بالنسبة لي الجزء النظري بنهي مع حضراتك بإذن الله إن شاء الله منهج الألبان آخر حاجة أنا وقفت مع حضراتكو في الحديث عنها اللي هو صناعة المسلجات اللبانية النهار ده هنستكمل خطوات صناعة المسلجات اللبانية زي ما حضراتكو شايفين فعندي عدة خطوات أول خطوة في صناعة المسلجات اللبانية اختيار المكونات وحساب الكميات خطوة رقم 2 خلط المكونات رقم 3 تجنيس المخلوط على 70 درجة ماوي 4 بصرت المخلوط على 85 درجة ماوي 5 التعطيق والتعطيق يا أولاد الغرض منه زيادة قابلية المخلوط للخفق وزيادة لزوجة المخلوط 6 الخفق والتجميد وهنا عملية الخفق والتجميد بتتم على درجة حرارة سالب 5 درجة ماوي بعد كده 7 التعبئة وهنا بتتم التعبئة في أكواب ذات أشكال مختلفة أو في بسكويت بعد كده عندي 8 التصليب وهنا بتتم عملية التصليب على سالب 20 درجة ماوي آخر خطوة 9 التخزين والتخزين بتم على سالب 15 إلى سالب 25 درجة ماوي وذلك لحين النقل والتوزيع هنا ممكن يجب لي سؤال في امتحان آخر العام ويقول لحضرتك اذكر خطوات صناعة المسلجات اللبنية فأنا عندي 9 خطوات بالضبط كده وبالترتيب واحد اختيار المكونات وحساب الكميات اتنين خلط المكونات تلاتة تجنيس المخلوط ومهم إن حضرتك تبقى عارف إن عملية التجنيس بتتم على درجة حرارة 70 درجة ماوي بعد كده أربعة بسطرة المخلوط والبسطرة برضو بتتم على درجة حرارة 85 درجة ماوي 6 عملية التعطيق 7 الخفق والتجميد 7 التعبئة 8 التصليب ومهم إن حضرتك تبقى عارف إن التصليب بتم على درجة حرارة سالب 20 درجة ماوي بعد كده تسعة عملية التخزين ومهم برضو إن أنت تبقى عارف إن التخزين بتم على سالب 15 إلى سالب 25 درجة ماوي ده كان بالنسبة لي خطوات صناعة المسلجات اللبانية فيه جزئية مهمة اللي هو الريع في المسلجات اللبانية الريع فيه المسلجات اللبانية يقصد به عبارة عن مقدار الزيادة النتيجة في حجم الأيس كريم عن حجم المخلوط الأصلي نتيجة دخول الهواء أثناء عملية الخفق وفيه عوامل هنا بتأثر على الريع أول عامل اللي هو تركيب المخلوط اثنين عوامل ميكانيكية تلاتة التصليب أربعة التخزين تمام يا أولاد؟ يبقى عايز أركز على الجزئية بتاعة الريع في المسلجات اللبانية والريع في الزبط الريع في المسلجات اللبانية هو عبارة عن مقدار الزيادة النتيجة في حجم مخلوط الأيس كريم عن الحجم الأصلي نتيجة دخول الهواء أثناء عملية الخفق طب إيه هي العوامل التي تؤثر على الريع عندي أربع عوامل واحد اللي هو تركيب المخلوط اثنين عوامل ميكانيكية تلاتة التصليب أربعة التخزين هنا السؤال بييجي فيه الامتحان بيقول لي عرف الريع وهنا بيحدد فيه المسلجات اللبانية مع ذكر العوامل المؤثرة عليه طيب ده كان بالنسبة لتعريف الريع في المسلجات اللبانية طيب إيه هي عيوب المسلجات اللبانية عندي تلات عيوب بالنسبة للمسلجات اللبانية وأشهر هذه العيوب العيب الأول اللي هو التركيب الرملي في المسلجات اللبانية العيب الثاني القوام السقيل أو العجيني في المسلجات اللبانية العيب الثالث يا أولاد القوام المائي الضعيف نركز مع بعض يبقى عندي تلات عيوب عيب خاص بالقوام تركيبه يعني وبعد كده عيبين برضه اللي هو القوام العجيني والقوام المائي نركز كده مع بعض التركيب الرملي في المسلجات اللبانية يعني أنت لما تيجي تأكل الأيس كريم أو المسلجات اللبانية تحس إن القوام بتاحها قوام رملي طيب سببه إيه يا أولاد سببه زيادة نسبة السكر زيادة نسبة إيه السكر بعد كده عندي العيب اللي هو التاني القوام السقيل أو العجيني في المسلجات اللبانية والعيب ده سببه زيادة الجوامد اللبانية زيادة الجوامد اللبانية بعد كده العيب رقم 3 يا أولاد اللي هو القوام المائي الضعيف والقوام المائي الضعيف سببه إضافة كمية قليلة عن اللازم من المسبتات عند تصنيع الأيس كريم هنا بقى السؤال بيجي في امتحان آخر العام بقول لحضرتك إيه؟ علل التركيب الرملي في المسلجات اللبانية أو ممكن يقول لك سين ماذا يحدث عند إضافة كمية قليلة عن اللازم من المسبتات عند تصنيع الأيس كريم طيب لو بصينا ليه علل السؤال الأولاني اللي هو التركيب الرملي في المسلجات اللبانية التركيب الرملي في المسلجات اللبانية طبعا أنا قلت قبل كده يا أولاد أنه صعب أنه يقول لحضرتك ما هي عيوب المسلجات اللبانية أو يقول لك أذكر عيوب المسلجات اللبانية هو بيجيب العيوب على صورة علل تمام ويطلب من حضرتك السبب فلما يقول لحضرتك علل التركيب الرملي في المسلجات اللبانية ده مطلوب من حضرتك تقول لي إيه هو السبب يبقى السبب هو ارتفاع أو زيادة نسبة السكر إذن زيادة نسبة السكر بيد التركيب الإيه أولاد الرملي طب لو قال لك ماذا يحدث عند إضافة كمية قليلة عن اللازم من المسبتات عند تصنيع الآيس كريم إحنا كنا بنقول في الدور التكنولوجي لمكونات المسلجات اللبانية إن المسبتات وظيفتها أو أهمية هذه المسبتات إعطاء القوام المتماسك طب لو أنا ضفت كمية أقل من اللازم عند صناعة المسلجات اللبانية من المسبتات إيه اللي حيحصل؟ حيديني قوام مائي ضعيف تمام يا أولاد؟ يبقى لو جاه وقال لي علل التركيب الرملي في المسلجات اللبانية حضرتك هتذكر السبب فهتقول له ذلك لزيادة نسبة السكر تمام؟ طب لو قال لحضرتك ماذا يحدث؟ يعني أنت عندك في مشكلة بتحصل إيه هي؟ لو أنت ضفت كمية قليلة عن اللازم من المسبتات عند تصنيع الآيس كريم إيه اللي حيحصل؟ حيد حضرتك قوام مائي ضعيف تمام يا أولاد؟ ده بالنسبة لي العيوب بتاعة المسلجات اللبانية طيب إيه هي صفات المسلجات اللبانية؟ صفات المسلجات اللبانية المسلجات اللبانية أول صفة من صفتها الجيدة إن هي تكون ذاتة لون متجانس ذاتة لون متجانس ثاني صفة من صفات المسلجات اللبانية ذاتة تركيب ناعم ذاتة تركيب ناعم طيب ثلاثة طعم المسلج اللبني يطابق لونه يعني إيه طعم المسلج اللبني يطابق لونه؟ يعني ما يكونش عندي المسلج اللبني طعمه طعم المنجا واللون لون الفراولة ما ينفعش أنا عايز طعم المسلج اللبني يطابق لونه يعني لو أنا عندي طعم المنجة يبقى فيه لون لون المنجة لو عندي طعم الفراولة يبقى اللون برضو حيكون لون الفراولة وهكذا يعني طعم المسلج اللبني بيطابق لونه تمام يا أولاد؟ دي مهمة جدا طيب بعد كده قوام المسلج اللبني قوام المسلج اللبني متجانس وخالي من عيب الترميل لو جاء السؤال وقال لي ما صفات المسلجات اللبنية الجيدة فأنا عندي أربح صفات واحد ذات لون متجانس ذات تركيب ناعم بعد كده طعم المسلج اللبني يطابق لونه بعد كده قوام المسلج اللبني متجانس وخالي من عيب الترميل طيب ده كده بالنسبة لي المسلجات اللبنية احنا عايزين بس كده نوضح مع بعض احنا اتكلمنا في ايه عن المسلجات اللبنية احنا عرفنا المسلجات اللبنية واتكلمت مع حضراتك عن القيمة الغذائية للمسلجات اللبنية وبعد كده اتكلمنا عن تقسيم المسلجات اللبنية بعد كده اتكلمت مع حضراتك عن خطوات صناعة المسلجات اللبنية بعد كده اتكلمت مع حضراتكو عن صفات المسلجات اللبانية الجيدة اتكلمت مع حضراتكو عن عيوب المسلجات اللبانية وآخر حاجة اتكلمت فيها اللي هو صفات المسلجات اللبانية الجيدة بكده يكون انا خلصت مع حضراتكو المسلجات اللبانية يتفضل معانا ان شاء الله الوحدة الاخيرة في منهج الالبان وهي بدائل الألبان بدائل إي أولاد الألبان الوحدة دي وحدة مهمة جدا وعايزين نركز فيها شوي إيه هي بدائل الألبان عندي بدائل بتكون بديلة للبن وعندي بدائل للمنتجات الدهنية يعني أنا اتكلمت بمحاضراتكم عن المنتجات الدهنية فاتكلمت عن القشدة وتكلمت عن الزبد وتكلمت عن السمن الحاجات دي أولاد كمنتجات دهنية حيوانية الدهن احنا بقى هنتكلم عن بدائل لهذه المنتجات الدهنية وحنتكلم عن بدائل للبن يعني احنا معروف أن اللبن هو عبارة عن إفراز غد طبيعي لإنس الحيوانات السديية عقب الولادة وبعد انتهاء فترة السلسوب التي تتراوح مدته من ثلاث لسبع أيام ده اللي هو اللبن كلبن مكوناته كبرى مكونات صغرى كبرى مية ضهن بروتين سكر لكتوز أملاح معدنية تمام بعد كده صغرى فيتامينات صبغات انزيمات غازات ده إيه عبارة عن منتج لبني أنا النهاردة عايز أتكلم مع حضرتك عن بدائل الألبان قد يكون بديل للبن وقد يكون بديل لمنتجات اللبن زي المنتجات الدهنية ففي البداية خالص أنا هتكلم مع حضرتك عن المقصود ببدائل الألبان أو المقصود بتعريف بدائل الألبان بدائل الألبان هو المنتج الذي له نفس مكونات المنتج الأصلي من بروتين ودهن وأملاح معدنية وفيتامينات وكربهيدرات لذا فهو أقرب الشبه إلى المنتج الأصلي ده المقصود بيه إيه يا أولاد ده المقصود ببدائل الألبان يبقى لو جيه في الامتحان وممكن ييجي يقول لي ما المقصود ببدائل الألبان يبقى هو عبارة عن المنتج الذي له نفس مكونات المنتج الأصلي نفس مكونات المنتج اللي إيه يا أولاد الأصلي من بروتين ودهن وأملاح معدنية وفيتامينات وكربهيدرات علشان كده هو أقرب الشبه إلى المنتج الإيه الأصلي طيب أول حاجة عندي اسمها لبن فول الصوية لبن فول الصوية إيه موضوع لبن فول الصوية لبن فول الصوية هو أحد منتجات الألبان وهو عبارة عن منتج له نفس مكونات المنتج الأصلي من ماء ودهون وبروتين وأملاح وهكذا طيب لبن فول الصوية إزاي أنا بأحصل على لبن فول الصوية؟ أو إيه هي خطوات تحضير لبن فول الصوية؟ نبص كده مع بعض خطوات تحضير لبن فول الصوية أول خطوة بتتم هو جرش وتقشير الحبوب بنعمل عملية جرش وتقشير للحبوب الخطوة رقم 2 التحميص على درجة حرارة 100 درجة ماوي وذلك لمدة نصف ساعة ثلاثة النقع في محلول بي كربونات السوديو أربعة التخلص من محلول النقع ثم شطف البزور في الماء طيب خمسة هنعمل عملية سلء للبزور في محلول بي كربونات السوديو ستة التخلص من محلول السلء ثم التحن بالخلاط في الماء سبعة عملية التصفية بعد كده تمانية عملية التعبئة والمعاملة الحرارية تمام؟ دي خطوات تحضير لبن فول الصوية عايزين نوضح موضوع لبن فول الصوية كل الناس عارفة بزور فول الصوية اللي أنا بستخدمها في علف الدواجن وبزور فول الصوية هو عبارة عن محصول صيفي بقولي تمام يا أولاد؟ يعني نسبة البروتين فيه بتكون عالية شوية فبكل بساطة الجزئية دي مهمة جدا ولسه لما نعرف مع بعض الأهمية الصحية للبن فول الصوية هنحاول إن احنا نهتم بها شوي أنا بقول لما نيجي نحضر أو نصنع لبن فول الصوية بنعمل عدة خطوات أول خطوة بنعمل عملية تقشير للبزور أنا عايز أتخلص من القشرة بتاعة البزور بعد كده بأعمل عملية تحميص للبزور على درجة حرارة 100 درجة ماوي لمدة نصف ساعة طب عملية التحميص على درجة حرارة 100 درجة ماوي الغرض منها ده نتخلص من أكبر كمية من الرطوبة اللي موجودة في البزور تمام يا أولاد؟ يبقى احنا كده عملنا إيه؟ عملنا عملية تقشير للبزور وبعد كده عملنا عملية تحميص للبزور على درجة حرارة 100 درجة ماوي لمدة نصف ساعة وبعد كده حنعمل عملية عملية يعني نقع للبزور زي ما نعمل عملية نقع لأي بزور زي الفصولية زي الفول البلدي وهكذا تمام؟ بنعمل عملية إيه؟ عملية نقع في محلول بي كربوناتسوديوم طب أنا عملت عملية النقع في محلول بي كربوناتسوديوم هيقعد فترة معينة بعد كده هاتخلص من محلول النقع يعني المية اللي أنا عملت عملية نقع للبزور فيها هابتدي أتخلص منها وأغسل البزور تمام؟ طيب المرحلة اللي بعد كده هدخل على مرحلة السلق هنعمل عملية السلق للبزور برضو في محلول بي كربوناتسوديوم تمام؟ بعد عملية السلق برضو هتخلص من محلول السلق ولما تخلص من محلول اللي هو السلق يا أولاد هابتدي أعمل عملية طحن للبزور في الخلاط يعني أكدنا أنا بعمل أي نوع من أنواع العصائر تمام؟ وبجيب البزور وأعمل للبزور عملية طحن في الخلاط بعد عملية الطحن بنجيب شاش أبيض تمام؟ ونبتدي نعمل عملية تصفية للمخلوط بعد عملية التصفية بنعمل عملية التعبئة والمعاملة الحرارية تمام يا أولاد؟ طيب يبقى أنا عملت مهمة جدا خطوات تحضير لبن فول الصوية مهمة جدا تمام؟ أول حاجة عملية تقشير البزور تمام؟ ده واحد اتنين تحميص على مئة درجة ماو لمدة نص ساعة ثلاثة النقع في محلول بي كربونات صوديو طيب أربعة التخلص من محلول النقع تمام؟ خمسة السلق في محلول بي كربونات صوديو طيب ستة تخلص من محلول السلق تمام؟ بعد كده عملية اللي هو الطحن أو الهرس فيه الخلاط وبعد كده عملية التصفية من خلال الشاش وبعد كده عملية التعبئة والمعاملة لإيه؟ الحرارية تمام يا أولاد؟ دي كده خطوات تحضير لبن فول الصوية أنا عايز الناس تجرب تحضير لبن فول الصوية عملية بسيطة جدا غير مكلفة حضرتك ممكن تعملها في البيت ولما نعرف الأهمية الصحية للبن فول الصوية أفتكر أنه حضراتكو هتحاولوا أن أنتم تحضروا لبن فول الصوية ونشربوا في البيت طيب ده شكل بزور لبن فول الصوية ده شكل البزور يا أولاد ده شكل بزور الفول الصوية وده شكل البزور بعد ما عملنا تحضير لبزور فول الصوية وحولناها في النهاية للشكل اللي هو ده اللي هو لبن فول الصوية تمام؟ تمام هنا بقول لي إيه؟ شكل هنا نقع بزور فول الصوية ده وأنا عامل عملية نقع ليه بزور الفول الصوية نركز كده على شكل بزور الفول الصوية بعد كده البزور بعد النقع ده شكل بزور فول الصوية بعد عملية النقع يا أولاد وبعد كده زي ما قلت لحضراتكم في الخلاط وبنبتدي نعمل عملية هرس ليه البزور علشان بعد كده نعمل عملية تصفية من خلال الشاش وبعد كده نبتدي نعمل عملية تعبئة ومعاملة حرارية الفوائد الصحية للبن فول الصوية ومي جدا ركز كده معايا حضرتك واحد خفض نسبة الكولوسترول بالدم اتنين يقلل من فرص حدوث سرطان السدي للسيدات ثلاثة يقلل من فرص الإصابة بمرض سرطان البرستاتة عند الرجال أربعة يقي الجسم من حدوث فرص هشاشة العظاء كل دي فوائد صحية للبن فول الصوية يعني حضرتك وعملية بسيطة لو جبنا لبن فول الصوية يعني احنا مش عايزين نقول كمادة علمية يعني استفاد من الموضوع ده في حياتك العملية هات بزور لبن فول الصوية أو هات بزور فول الصوية واعمل عملية تحضير زي ما قلنا دلوقتي شرب لبن فول الصوية حيخفض نسبة الكوليسترول في الدم ومعظم الناس عندها نسبة عالية للكوليسترول في الدم حيقي الجسم من حدوث هشاشة في العظاء حيقلل فرص الإصابة بسرطان السدي عند السيدات حيقلل فرص الإصابة بحدوث سرطان البروستاتا عند الرجال يبقى الموضوع مهم جدا انه احنا نحاول نحضر لبن فول الصوية علشان نستفاد من الاهمية الصحية لبن فول الصوية علشان كده هو بيجي في الامتحان يقول لحضرتك ايه اذكر الفوائد الصحية لبن فول الصوية طب ايه هي الفوائد الصحية لبن فول الصوية يا مستر واحد خفض نسبة الكوليسترول بالدم اتنين يقلل من فرص حدوث الإصابة بسرطان السدي عند السيدات ثلاثة يقلل من فرص حدوث سرطان البروستاتا عند الرجال اربعة يقل الجسم من هشاشة العظام ماش يا ولاد ده بالنسبة لي الفوائد الصحية لبن فول الصوية طيب هنا بقى بدائل بدائل المنتجات اللبنية بدائل المنتجات الدهنية انا لسه كنت بقول لحضرتكو المنتجات الدهنية عبارة عن القشدة والزبط والسمن دي منتجات لبنية دهن 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 ايه دهن حيوان عندي بقى اتنين من المنتجات اللبنية المنتج الاول بيسموه المرجلين المرجلين المنتج التاني اللي هو المثلي الصناعي يبقى عندي بالنسبة ليه المنتجات الدهنية منتجي المنتج الاولاني بيسمى المرجلين والمنتج الثاني بيسمى المثلي الصناعي بالنسبة ليه المرجلين هو بديل ومتشابه أو مشابه للزبط أو هو بديل الزبط المرجلين يا أولاد هو بديل للزبط أما المثلي الصناعي هو بديل للسم تمام؟ يبقى أنا عندي اتنين من المنتجات أو من البدائل من بدائل المنتجات الدهنية أول منتج اللي هو المرجلين المرجلين بديل للزبط والمثلي الصناعي بديل للسم طيب يلا ما نشوف المقصود بتعريف المرجلين المرجلين هو عبارة عن بديل ومتشابه للزبط وهو مستحلم ثابت من قطرات مائية في وسط دهني شرط الوسط الدهني ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 18% يعني نسبة الرطوبة لا تزيد عن 18% ولا تقل نسبة الدهن عن 80% ولا تقل نسبة الدهن عن كامية أولاد 80% ده بالنسبة للمرجلين طيب إيه هي أنواع المرجلين؟ عندي تلات أنواع بالنسبة للمرجلين في مرجلين الكيك في مرجلين الحلويات بعد كده في عندي مرجلين المائدة يبقى أنواع المرجلين تلاتة مرجلين المائدة مرجلين الكيك مرجلين الحلويات تمام وقلنا ان المرجلين هو بديل للزبط طيب تعالوا ما نشوف المثل الصناعي المثل الصناعي يا ولاد هو عبارة عن تلك الدهون النقية هو عبارة عن تلك الدهون النقية المرينة والخالية من الماء والتي يمكن ان تخلط بدهون نباتية اخرى والتي يمكن ان تخلط بدهون نباتية اخرى وتدخل في صناعة المخبوزات نبص كده مع بعض المثل الصناعي هو عبارة عن تلك الدهون النقية المرينة والخالية من الماء والتي يمكن ان تخلط بدهون اخرى وتدخل في صناعة المخبوزات هنا ممكن ييجي فيه امتحان اخر العام ويقول لحضرتك عرف كل من المرجلين شرطة المثل الصناعي يبقى المرجلين يا ولاد هو عبارة عن بديل ومتشابه للزبط وهو مستحلب ثابت من قطرات مائية في وسط دهني لا تزيد نسبة الرطوبة عن 18% ولا تقل نسبة الدهن عن 80% بالنسبة لانواع المرجلين تلات انواع مرجلين المائدة مرجلين الكيك مرجلين الحلويات طيب بالنسبة لي المثلي هو عبارة عن تلك الدهون النقية المرنة والخليع من الماء والتي يمكن ان تخلط بدهون اخرى وتدخل في صناعة المخبوزات المنتجات الثانوية للألبان المنتجات الثانوية للألبان طبعا احنا تكلمنا عن منتجات أساسية اللي هو الزبط دي كمنتج أساسي والقشدة كمنتج أساسي والسمن كمنتج أساسي طبعا فيه منتجات ثانوية زي ما نيجي نصنع مثلا الجبن حيطلع عندي منتج أساسي وعندي منتج ثانوي ايه هو المنتج الأساسي الجبن ده منتج أساسي طب والشارش منتج ثانوي طب لو احنا جينا نصنع الزبط وعندي عينة من القشدة وانا هعمل لي القشدة عملية خد باليد او عن طويل خدار حيطلع عندي منتجين المنتج الأول اللي هو المنتج الأساسي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الزبط طب المنتج الثانوي اللي هو لبن الخد تمام يا أولاد؟ طيب لو انا عندي السمن وعايز اعمل عملية صناعة او تصنيع السمن يعني فانا لو سيحت الزبط هاحصل على منتجه؟ منتج أساسي وهو السمن ومنتج سنوي وهو المرطة اللي بقوله عنها برضو الملوحة تمام يا أولاد؟ يبقى عند صناعة الجبن في منتج أساسي ومنتج سنوي المنتج الأساسي اللي هو الجبن المنتج السنوي اللي هو الشارش طب عند صناعة الزبط عندي برضو منتجين المنتج الأساسي وهو الزبط طب المنتج السنوي هو اللبن الخد طب عند صناعة السمن عندي برضو منتجين المنتج الأول وهو السمن طب المنتج ده الأساسي اللي هو السمن طب السنوي هيكون عندي اللي هو المرطة انا بقى بتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن المنتجات السنوية يعني هتكلم مع حضراتكم عن الشارش أتكلم مع حضراتكم عن المورطة أتكلم مع حضراتكم عن اللبن الخض كل دي منتجات إيه أولاد سنوية طيب هل المنتجات السنوية دي ملهاش أهمية أو قليلة الأهمية طبعا لا ده منتجات سنوية مهمة جدا وحنعرف فوائد عديدة بالنسبة للمنتجات السنوية حنركز علىها دلوقتي في البداية خالص عايز أعرف إيه هو المقصود بيء المنتج السنوية إيه هو المقصود بيء المنتج السنوية هو عبارة عن كل ما ينتج بجانب المنتج الأساسي أثناء صناعته هو عبارة عن كل ما ينتج بجانب المنتج الأساسي أثناء صناعته ده المقصود بيء المنتج السنوية هو عبارة عن كل ما ينتج بجانب المنتج الأساسي زي ما كنت بقول لحضرتك تلوقتي أنا بصنع السمن حيطلع السمن ده منتج إيه؟ أساسي تمام؟ حيطلع معاه منتج سنوي اللي هو المرتع يبقى كل ما ينتج بجانب المنتج الأساسي وأنا بصنعه ده يسمى منتج سنوي يا أولاد ماشي معايا كده؟ تمام طيب يلا ما نشوف المنتجات السنوية زي إيه؟ أول حاجة الشرش تاني حاجة اللبن الفرز تالت حاجة اللبن الخض رابح حاجة المرتع ما دي كلها منتجات سنوية زي ما كنت بقول لحضرتك دلوقتي طيب لو قال لك إيه هو المقصود بالشرش أو عرف الشرش كأحد المنتجات السنوية الشرش هو عبارة عن سائل مائي القوام زو لون أخضر مصفر وينتج عند صناعة الجبن زي ما كنت بقول لحضرتك أنا بصنع جبن حيطلع منتج أساسي اللي هو الجبن حيطلع منتج سنوي اللي هو الشرش طيب إيه هو الشرش هو عبارة عن سائل مائي القوام زو لون أخضر مصفر ودايما بينتج عند صناعة إيه أولاد الجبن ده المقصود بالشرش وممكن أقول إيه ممكن أقول هو عبارة عن الناتج السنوي عند صناعة الجبن يعني أنا ممكن أقول إنه الشرش هو عبارة عن الناتج السنوي عند صناعة الجبن ده الشرش طيب اللبن الفرز بقى طبعا أنا لما تكلمت بمحاضراتكو عن عملية الفرز برضو كنت بقول إيه أنا عندي اللبن الكامل بعمله عملية فرز لما بعمل عملية فرز للبن بيطلع عندي منتجين قشدة كأحد منتجات الدهنية للبن وبيطلع عندي اللبن الفرز ركز معايا أنا عندي اللبن الكامل أهوت وعملت عملية فرز للبن الكامل حيطلع عندي منتج أساسي ده نتيجة عملية اللي هو الفرز اللي هو القشدة وحيطلع منتج سنوي اللي هو اللبن الفرز طبعا اللبن الفرز ده هو خالق من نسبة الدهن أو نسبة الدهن فيه لا تزيد عن 1 من 10% يبقى أنا كده عندي لبن كامل فرزته طلع منتجين المنتج الأول اللي هو القشدة والقشدة هو أحد المنتجات الدهنية للألبان وحيطلع منتج سنوي اللي هو عبارة عن اللبن اللي هي الفرز طب إيه هو المقصود باللبن الفرز؟ هو عبارة عن الناتج لعملية الفرز اللبن الكامل هو عبارة عن الناتج لعملية فرز اللبن الكامل يأما جزئيا بهدف تعديل نسبة الدهن باللبن أو كليا بهدف انتاج الإيه القشدة يبقى بالنسبة ليه اللبن الفرز هو عبارة عن الناتج لعملية فرز اللبن الكامل هو عبارة عن الناتج لعملية فرز اللبن الكامل إما جزئيا أو كليا جزئيا لو أنا عايز أعدل نسبة الدهن في اللبن زي ما كنا بنتكلم في القشدة وكنا بنعدل نسبة الدهن في القشدة لما أدينا مثال قبل كده وقلت لو أنا عندي عينة من القشدة نسبة الضهن فيها 40% وأنا عايز أعدل نسبة الضهن من 40% أخليها 20% قلت أن أنا حضيف لابن فرز علشان أخفض التركيز من 40% إلى 20% يبقى هنا كده الغرض غرض إيه؟ جزئي أو كلي إن أنا أنتج ما يسمى بالقشدة والقشدة هي أحد المنتجات الدهنية اللبنية الغنية في نسبة إيه؟ الدهن يبقى ده كده تعريف إيه يا أولاد؟ تعريف الشرش وتعريف اللبن الفرز لسه تعريف اللبن الخض اللبن الخض هو عبارة عن المنتج السنوي الناتج عند صناعة الزبط تمام؟ ده اللي هو اللبن الخض هو عبارة ناتج السنوي لعملية خض اللبن أو القشدة لإنتاج الزبط ده يديني إيه يا أولاد؟ يديني اللبن الخض طيب بعد كده عند المرتة هي الجوامد اللادهنية هي الجوامد اللادهنية المترسبة عند تسييح السن المرتة هي عبارة عن الجوامد اللابنية اللادهنية اللادهنية المترسبة عند تسييح السن وممكن أقوله عبارة عن أحد المنتج عبارة عن منتج السنوي عند صناعة إيه أولاد؟ السن تمام؟ يبقى ده بالنسبة ليه المنتجات اللي إيه السنوية كم منتج سنوي؟ أربعة المنتج الأول الأول اللي هو اللبن الخض الشيرش المرتة بعد كده اللبن الفرز طيب عادينا نتكلم عن الأهمية الغذائية للمنتجات السنوية الأهمية الغذائية للمنتجات السنوية وأهم استخدامها في مجال الصناعات الغذائية مهمة الجزائية الجزائية دي مهمة جدا وعادينا نركز عليها الأهمية الغذائية للمنتجات السنوية وأهم استخدامها في مجال الصناعات الغذائية هنتكلم عن أول منتج من المنتجات السنوية اللي هو لبن الفرز اللبن اللي إيه؟ الفرز طيب إيه هي أهمية لبن الفرز؟ أنا بستخدم اللبن الفرز في تعديل وضبط نسبة الضهن باللبن دي واحد اتنين بالنسبة ليه اللبن الفرز هو أساس صناعة الجبن الأريش؟ برضو أساس صناعة الزبادي منخفض الضهن أساس صناعة الزبادي منخفض الضهن برضو هو أساس صناعة لبن الفرز المجفف أساس صناعة لبن الفرز اللي إيه يا أولاد المجفف ده بالنسبة ليه اللبن الفرز طيب؟ طيب عايز أركز مع حضراتكم شوية ونركز مع بعض في اللبن الفرز اللبن الفرز مهم جداً ولازم نركز فيه اللبن الفرز لأنه بيجي في الامتحان يقول لي أذكر أهمية اللبن الفرز في صناعة الألبان تمام يا أولاد؟ لو جه السؤال بالطريقة ديه هنقوله هو عبارة عن بيستخدم فيه تعديل نسبة الضهن أساس في صناعة الجبن الأريش أساس في صناعة اللبن الفرز المجفف وهو أساس في صناعة الزبادي منخفض القيمة الغزاية آخر حاجة أهمية لبن الخض آخر حاجة فيه منهج الألبان إن شاء الله أهمية لبن الخض لبن الخض ده بنستخدمه في إيه؟ واحد يستخدم لبن الخض الطازج في صناعة الألبان المطعم تاني حاجة يستخدم لبن الخض المتخمر في صناعة الكشك بعد كده يستخدم لبن الخض المتخمر في صناعة بعض أنواع الجبن الطري آخر حاجة يستخدم لبن الخض المجفف في صناعة بعض أو صناعة الجبن المطبوب عايز أقول أنه اللبن الخض مهم جدا اللبن الخض هو أحد المنتجات الثانوية عند صناعة الزبط لو أنا عندي كمية من القشدة وبعمل ليه القشدة دي عملية خض أو ضرب هيطلع منتج أساسي وهو الزبط وحيطلع منتج ثانوي بيسمى اللبن الخض اللبن الخض بيدخل فيه صناعة الكشك الصعيدي يدخل فيه صناعة بعض أنواع الجبن المطبوخ يدخل فيه صناعة الألبان المطاعمة اللبن الخض أثبتت الدراسات أنه له دور كبير جدا في زيادة معدل الخصوبة عند المرأة اللبن الخض شرب اللبن الخض من أو أثبتت الدراسات أنه له دور كبير جدا في زيادة معدل الخصوبة عند المرأة فعلشان كده المنتجات الثانوية مش علشان هي منتجات الثانوية فنسيء استخدامها بإلقاءها في المجاري وهكذا لأ المنتجات الثانوية لها أهميات صحية وغذائية عالية جدا زي ما إحنا قلنا دلوقتي كده أنا خلصت مع حضرتكم منهج الألبان إن شاء الله اتكلمت في الوحدة الأولى عن الخامات الدخلة في صناعة المنتجات الألبان والشروط الواجب مرأتها عند إن شاء معامل ومصانع الألبان اتكلمنا عن وحدة كاملة اسمها توكمولوجيا الجبن اتكلمنا عن وحدة كاملة فيها المنتجات الدهنية اتكلمت مع حضرتكم عن المنتجات الثانوية سواء كان لبن فول الصوية سواء كان المنتجات الدهنية اللي هو المرجلين والمثلي الصناعي يعني سعيد بوجودي مع حضرتكم وأتمنى لي حضرتكم كل النجاح والتوفيق بإذن الله ومش النجاح وبس يعني احنا عايزين بإذن الله بعد يعني ما وزير التربية والتعليم وكل المسؤولين قاموا بتوفير قناة زي قناة مصر التعليمية من خلال هذه القناة بيتم بس كل الورامج التعليمية لحضرتكم عايزين الطلبة إن شاء الله تجيب مجموع عالية يعني وتلتحق بيه كليات تربية وبكده إن شاء الله يكون أنا وصلت مع حضرتكم لنهاية حلقة اليوم ونهاية المنهج سعيد بحضرتكم بتمنى لحضرتكم كل النجاح والتوفيق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم